نريد أن نحذر المستمعين الذين لديهم صفة الأجير يعني يعملون في الشركة كيوقع أنهم مرضوا ردوا بلكم أراهم ليكا توصلوا إلى 280 يوم هذه المعراض الغيب بسبب المعراض 180 يوم في المدة 365 يوم يعني في سنة باسترسال يعني باستمرار 180 يوم هي 6 شهور إذا غيبتوا 6 شهور متابعة مقطعتوها ترشي نهارة الخدمة 6 شهور ردوا بلكم كيم كل مشغيل يعتبرك مستقيل وهنا تكون المفاجأة يعني الصادمة بالنسبة للأجير وتكون مريض وتغيب واحد 6 شهور ونصف إلى 7 شهور كيكون تتعالج في شي مرض سراطان شي مرض مزمين مرض ليسر خيب يعني اللي محنو 6 شهور باش يغيب إنسان 6 شهور أو مرض نفسي وفتلك يدي اللاباس وفرحان وتي بغيست أنف العمل دياله وتواجه المشغيل بإنسان يقول له أنا كنعتبرك مستقيل لأنك تعديتي 180 يوم غياب بسبب المرض إذا نردو بلكم ولو تقطعوه بنهار واحد الغيبتو خمس شهور ونصف تدخل خدم نهار واحد وعاود أحد شهادة طيبية حيث عندك مرض تنسكلم طبعا للحالات الجادة جادة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر